طابة أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم شهادة خاصة من ابن الرئيس العراق الأسبق عبد السلام أحمد حسن البكر لماذا استقال وهل كانت وفاته طبيعية ابن الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر يقدم شهادة خاصة الجزء الأول بين حين وآخر تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي روايات عن حياة الخاصة لأسرتنا وتحديدا تلك المتعلقة بوفاة والد الرئيس أحمد حسن البكر وشقيقي محمد يرحمها الله تعالى ولأن مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت لكل من لديه جهاز كومبيوتر إن يكون مؤرخا وإن ينشر ما يخرج من ضربات أصابعي على لوحة المفاتيح فإن الكثير مما ينشر ليس سوى روايات مزيفة ومكذوبة لا تمد إلى الحقيقة بالصلة وإذا كنت أتمكن من الطلاع على بعض تلك الروايات المزيفة وأرد على القليل منها بحسب ما يسمح لظرفي فإن الكثير منها تمضي وتنتشر بين الناس ويتداولونها باعتبار حقائق مسلم بها بينما هي مجرد أكاذيب وكان من أغرب ما قرأته خلال فترة قليلة الماضية ما زعمه المدعو عباس شمس الدين في صفحته على الفيسبوك وجاء فيها ما يأتي كيف قتل البكر ينقل الرواء العراقي حمزة الحسن عن صديق له هو الدكتور أحمد علي رجر رواية عن وزير جواد هاشم صاحب كتاب مذكرات وزير عراقي هذه القصة المرعبة عندما اشترطت إيران وقف الحرب باستقال الصدام وعودة البكر شعر صدام أن البكر الذي كان عمليا قد أزيح بالقوة وفي الإقامة الجبرية قد يكون مشكلة فاتصل بالبكر وقال له حرفيا ستصلك الآن ملائكة بيض لتقبض روحك والصدام خبير في التلذذ بقتل الخصوم واغلق الهاتف والبكر الذي عاش إذلالا طويلا من صدام عرف أن نهايتي اقتربت وصار يطلب النجدة من الجيران عفوا وهو يصرخ سيقتلني صدام لكن الجيران هم من الأجهزة الأمنية ولم يستجب أحد لاستغافته عبر الحيطان ويضيف الدكتور أحمد صار البكر يراقب الباب ولم يطل الوقت حتى جاءت سيارة هبط منها أشخاص بثياب طبي يبيض ومعهم برزان التكريتي وكان البكر يعاني من مرض السكر فقال له أنت محتاج لجرعة إنسولين لكنه رفض مددوه بالقوة على الأرض وحقنوه بجرعة إنسولين زائدة لكنه تجاوز الوقت المقرر للموت فغضب برزان وخنقه وهو يقول مثل كذا كذا بسبعة أرواح نتحفظ على هذه العبارة انتهت رواية المدعو عباس شمس الدين لكن ناشر رواية المدعو شمس الدين وهو الباعف فايزر خفاجي يؤكد أنه اتصل بالوزير السابق جوات هاشم في مقر إقامتي بكندا فأكد له نقلا عن المهندس عبدالحسين الشيخ علي ما يأتي في يوم 24 الأول 1982 كنت في منزل البكر عندما شعر الأخير بعدم انتظام وضعه الصحي بسبب السكر المزمن لديه فاتصل هاتفيا يطلب طبيبه الخاص صادق حميد ولكنه كان غير موجود فجئ بطبيب آخر وزرقه أبرة فدخل الحمام وسقطه فتم نقله بالإصعاف وبعد نقله مات يقول جوات هاشم أن هذه الرواية عن وفاة البكر رواها لي صديقي المهندس عبدالحسين الشيخ علي في لندن عندما زاروا في التسعينات وأنا أرويها لك لأول مرة وما ذكر من زيادات عني هو محظ كذب وافتراء انتهت رواية جوات هاشم ومع أن الوزير هاشم الذي تحول من وزير مرموق في دولة العراق الوطنية خلال أهدي الرئيسين البكر وصدام حسين يرحمه الله تعالى إلى معارض يكيل الاتهامات لمن عمل بمعيتهم ويزيف الروايات والأحداث كما يشاء مع أنه ينفي ما أورده شمس الدين ووحد الكتاب الطائفيين الحاقدين إلا أن هناك الكثير ممن ينشرون ترخهات هذا الطائف الموتر وهناك من يرسل لي طالبا التوضيح والرد ورغبة مني في حسم الجدل الدائر بهذا الخصوص وبخصوص استقالتي من منصب الأول في الحزب والدولة أورد الملاحظات التالية بالنسبة لموضوع الاستقالة في سنة 1974 ذهبت مع أخي هيثم بصحبة الوالدة رحمه الله في رحلتها للعلاج وهناك حدثني هيثم بأنه في بداية السبعينات وبعد انتهاء إجازتي في بغداد والالتحاق بدراستي في لندن أخبره والدي بأنه سيسمع خبر استقالتي في ذكرى الثور القادم فلا يقلق ثم أضاف هيثم إن أبو عدي الرئيس صدام حسين أخبر الوالد في الأيام الأولى للثورة إنه إذا عزم على ذلك فإنه يستقيل قبله ويسكن العوجة وقد بقي ما قاله هيثم في ذاكرة لحين إلقاء الرئيس صدام حسين خطابي الأول أمام الجماهير كرئيس للجمهورية حين قال سأكون راية بين الرايات إلى آخره فذكر إنه أخبر الأب القائد إنه إذا عزم على الاستقالة فيستقيل قبله الحقيقة لم يكن ما نقله لأخي هيثم مفاجئا لي بل لم تكن رغبة والدي في الاستقالة مفاجئة لنا جميعا فمنذ السنة الأولى له في المنصب وهو يتحدث عن نيتي ترك الوظيفة كما يسميها وقد نقل هيثم تعلي رغبة الوالد تلك قائلا الوالد يشعر إنه أحد أسباب فشل ثورة رمضان 1963 بسبب تقريب عبد السلام عارف رحمه الله للحكم ولذلك قال أريد إعادة الحكم لحزب البعث العربي لاشتراك مرة ثانية وأتوكل حين عزم الوالد على تقديم استقالتي أخيرا بدأ بإخبار المقربين منه قبل أكثر من شهر إثناء زيارتهم له كما أنه أخبرني بذلك أيضا وقال في كل مرة أنوي تقديم الاستقالة يحدث أمر أخشى أن يفسر به وتخلق الإشاعات مثلا التأميم وحادثة ناظم اجزار وحرب تشرين وإلى آخرين أما الآن فلله الحمد لا توجد مشكلة بل أنه حرص على عدم إحراج بعض المقربين منه حين يستقيل فأحال أمين العاصمة المرحوم إبراهيم محمد إسماعيل على التقاعد ونقل المرحوم يحيى ياسين رئيس الديوان إلى منصب رئيس ديوان رقاب المالية حتى أنه أحال سائقه القديم الخاص كاظم الزيارة إلى التقاعد أما المرحوم طارق حمد العبدالله فبقي بنان على رغبة الرئيس صدام حسين ولكي يسهل اتصال الوالد بمؤسسة الرئاسة إذا احتاج ذلك أتذكر أن أحدى خواتي بكت حين أخبر بعزمي على الاستقالة فقال لماذا تبكين أنا لست أفضل من جيغول الذي حرر بلادي ثم أجبره على ترك الحكم فأنا أترك الوظيفة بكرامتي وبإرادتي إضافة لرسالة السيد عز الدوري التي يعتبر فيها على الرئيس البكر بأنه لم يستثني من منع الزيارة المنفرد بعد استقالته لأنه يعتبره مثل والده وهناك رسالة أخرى بتوقيع المرحوم طاه الجزراوي في سنة 1977 حسب ذاكرة يعتذر فيها عن أمر لم يذكره يبدو أن الرئيس البكر النبو عليه ثم اختتم بأنه يعاهده بأنه لن يعمل بعده مع أي شخص وهذه إشارة أنه يعلم بترك المنصب يوما ما من يعرف تفاصيل حياة الرئيس البكر رحمه الله لا يستغرب تخليه عن المنصب فهو زاهد في المظاهر بشكل كلي ويختار أبسط الأمور في حياته وقد رود لي عمتي رحمه الله أنه حين كان ضابطا في الجيش كان لا يرتدي رتبة جديدة عند ترفيعه ولا يفرح بها بينما زملاء يسارعون في ارتدائها وقد تخلى عن منصبي في سنة 1963 رغم طلب عبد السلام عارف البقاء معه وكرر محاولة للعودة معه دون الحزب في بيت المرحوم خليل إبراهيم حسين ورفض طلعت بعد وفاتي يرحمه الله على خطاب الاستقال الموجه للقيادة بالنسخة التي كتبها سنة 1971 والتي تأجلت أكثر من مرة قبل سنة تقريبا نشر الصورة للوالد وهو في زيارة علاجية لسويسرا فوجئ البعض لأنهم يسمعون أنه كان في الإقامة الجبرية فكيف يذهب إلى سويسرا؟ بل إن أحدهم كذبني في نشري للصورة زاعما أنها مفبركة وقد طلبت من أحد مرافقي الوالد في حينها تزويدي بصور أخرى للرحلة وفعلا أرسلها لي مشكورا لم يكن الوالد رحمه الله في الإقامة الجبرية من أينه؟ بل إنه مارس حياتي بشكل طبيعي وكان يخرج المناسبات الاجتماعية كما كان يحضر مجالس العزاء التي تقام لمناسبة وفاة أصدقاء أو أقارب وكان يذهب للمزرعة التي استأجر في منطقة أبو غريب وفي بعض الأحيان يبيت هناك حين يزوره بعض الأقارب والأصدقاء دون المسؤولين لأنه أكد في خطاب استقالتي الأولى عام 1971 وكرر في الاستقالة الأخيرة إن لا يزوره أحد من المسؤولين بمفرده كي لا يحدث أي نقل كلام غير دقيق وطلب أن تكون الزيارة جماعية وفي مناسبات عامة فقط حفاظا على رحدة الصف في الحزب والدولة بالنسبة لموضوع الوفاة كان الوالد رحمه الله يسكن في البيت لوحده ومعه ابنة أخي المرحوم محمد حيث كنت أسكن ببيت منعزل عن بيته يفصل لنا باب صغير وإن كان البيت الذي أسكن فيه هو نفس بيت الوالد حيث كان البنيان الخارج والداخل بيتين واحد ولكن من الداخل يفصل بين البيتين باب وكانت تسكن معي أختي الكبرى أرملة المرحوم مظهرا مطلق بينما كان أخي هيسم يزوره في بعض الأحيان ويبيت عنده ليلة أو ليلتين قبل وفاته بأكثر من شهر بقليل أصيبت إحدى عينيه بالماء الأبيض فاتصل بالمرحوم عدنان خير الله لتسهيل موضوع سفري إلى خارج العراق وطلب مني التنسيق معه حول إجراءات السفر وخلال وقت قصير جاء المرحوم عدنان وبعد إدائه التحية العسكرية قال له ما يلي سيدي قابلت سيد الرئيس حول موضوع علاجك فقال ما يلي في أي وقت يشاء كل الإجراءات والطائرة ستكون جاهزة ولكن إذا لم تكن له رغبة بالسفر فسنقوم بإحضار أطباء العيون الذي يرشحهم طبيبه للعيون وأظن نحن نمتلك أجهزة جيدة فإن قالوا أن هذه الأجهزة قديمة فسنجلب لهم الأجهزة التي يريدونها وإذا قالوا لابد أن يسافر أو أنه يرغب بالسفر فنحن حاضرون وهنا أجابه الوالد شاكرا وقال أنا لست لدي رغبة بالسفر إلا إذا نصح الأطباء بذلك رشح الطبيب الخاص للوالد طبيبين بريطانيين جاء خلال أسبوع وفحصها ثم طالب للذهاب إلى مستشفى مدينة الطب ليطلع على الأجهزة بعد طلاع ما على ما يتوفر في مدينة الطب من التجهيزات الطبية قال إن ما يتوفر من أجهزة المستلزماتية نفسها التي نستعملها في لندن وبالفعل ذهب الوالد إلى مستشفى مدينة الطب ورفقته خلال تلك العملية ثم عاد في نفس اليوم مشافه لله الحم وزاروا بعد المرحوم عدنان خير الله واغبره الوالد إن في نية زيارة الرئيس صدام حسين للسلام عليك وشكري بعد تمام شفائه من الماء الأبيض قام بزيارة الحاج خير الله طلفاح في بيته وعاد محملا بمجموعة من مؤلفاته انتظرونا في الجزء الثاني من شهادة عبد السلام أحمد حسن بكر وتقبلوا منا أجمل التحيات ترجمة نانسي قنقر